نتذكر موقف حسين الشحات قبل اتحاد الكورة مع عقب حسين الشحات النادي الالي كان اصدر قراره بتغريب حسين الشحات وكان يبقى فيه قرارات اقوى من كده كمان لا احنا عندنا حالات اقوى من كده بكتير احنا عندنا نجوم واساطير في الكورة المصرية خارط عقبات من النادي الالي عقبات قاف 6 شهر وسنة فيه لعيبة عندنا يعني انا مش عايز بس الناس بس اكيد الجيل ده مش هتتذكر وقعة كابتن مبريم حسن ولا وقعت كابتن حسن حسن ولا وقعت ايمن رجدي لعب الكورة الطائرة اللي تم شطبه لسوء سلوكه ولا تلين لعيبة تلس طاولة لما ترحلوا من المغرب عشان خاطر يعني بمجرد هم اشتوقوا مع بعض اشتباك لفظي النادي قال لها رحلهم فطبعا احنا للأسف الشديد شفنا ده وكنت اتمنى من التعالي الكورة انه قبل ما يمشي يقول او يسيب ذكرى كويسة لها لكن للأسف طبعا يا عبدونا ما فيش فايدة لا هم نوين يرحلوا مصحوبين يعني مش هقول بالعنات لكن غير مأسوف عليهم يعني للأسف لا نتائج ولا اندباط ولا اي حاجة خالص احنا مش عارفين نعمل اي حاجة في اي حاجة ولا عارفين نعمل لجنة انتباط شفنا يعني بالأسف شفت الأساس محمود الشامي في حوار صحفي في حوار تلفزيوني من يومين الرجل قال فيه كلام والله العظيم لابد لو يعني لو فيه عندنا مسؤول يتم استدعاء الاتحادين السابقين لمحاكمتهم يعني قال على كمية تجاوزات حصلت لابد ان يحكم عليهم الاتحاد السابق واللي قبله كمان على جنشون اللاعبين وازاي كان بتحصل التلاعب في العقود اللاعبين وازاي ما كانش احنا بيقول يعني وتعينات المدربين وتعينات المدربين وهو قطع ما نتنصل منها لكن هي معروفة لين ده واقع يعني واقع كلنا بنباشركاء فيه كمان يعني لكن لما بتكلم على ان اللاعب عندنا بتقرب تتخطى المنظومة وتروح تقدم شكوى للتحاد الدولي مباشرة ضد نادي او ضد اي حد بدون اللي يقول للتحاد الكورة المصري اللي هو الطرف الاصيل اللي هو المخاطب انه هو اللي يوجه للتحاد الدولي يعني انا مستحيل مستحيل لعب في اي دولة في العالم يجي يرفع ضعوة قضائية على اي نادي هنا الا الا بمخطط التحدي الاهل بتاعه لكن احنا عندنا لا دينوسا داحمة دا اي حد رح يرفع ضعوة قضائية على اي نادي يروح يقدي بشكوى في الفيفا شفنا ده ده اللي خلى في الاخ خالص اعضاء جميع مفهم من الاهل يتحرقوا عشان يعملوا ضعوة قضائية ضد لاعب لو مروان حمدي لانه شافوا العدالة غابت يعني اللاعب تجاوز بحق النادي الاهل وجمهيرو وما تمش معاقبته فبالتالي لجأنا